أحسن الله إليكم عبد الرحمن من الرياض سأل عن المتاجرة بأكواد ألعاب إلكترونية يشتريها ربما بسعر و يبيعها بسعر أعلى هل في ذلك حرم؟ نعم هذا قد يكون مراده من جهة حكم البيع و قد يكون مراده من جهة حكم أخذ الربح فنقول في هذه الحال بأن البيع متوقف على نوع تلك الألعاب التي يلعب بها فإن الألعاب منها ما هو ممنوع منه وبالتالي لا يجوز أن يتاجر فيه و أنا سأذكر أن القاعدة في هذا الباب هو الحل والجواز لكن هناك ضوابط شرعية متعلقة بهذا الباب من ذلك ألا تبنى تلك الألعاب على المصادفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنرد و قال من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله و بالتالي الألعاب التي تقوم على المصادفة فإنه يمنع منها هكذا الألعاب التي فيها استهزاء بالآخرين أو استهزاء بشيء من الأمور الشرعية و الدينية فإنه لا يجوز للإنسان أن يتاجر فيها هكذا تلك الألعاب التي تتضمن تعاليم مخالفة للتوحيد أو مخالفة للتعاليم الإسلامية يعني بعض الألعاب يكون فيها سجود أو ركوع لغير الله جل وعلا و بالتالي فإن المتاجرة بمثل هذه الألعاب من الأمور المحرمة الممنوع منها فالمقصود أنه لابد من مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه الألعاب حتى يكون عمل الإنسان في المتاجرة بها من الأمور المباحة و أما بالنسبة لأخذ الأرباح فإن الأصل أن لا يزيد الإنسان في أرباحه عن أسعار السوق لا نلتفت إلى نسبة الربح و إنما نلتفت إلى سعر مثل هذه السلعة في السوق فإذا كان مماثلاً لها أو قريباً منها فإنه لا يعد غبناً و يعد من الأمور الجائزة المباحة أحسن الله